من حيث ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي زياد أهلا بك معنا تفاصيل أكثر عن الرشقات الصاروخية التي طالت تيميرون والجليل الغربي وما أعلنه حزب الله أيضا عن استهداف قاعدة استخبارات قرب تل أبيب هذا صحيح لكن دعيني أبدأ بما هو أحدث قبل دقائق فقط رشق صاروخية من 35 صاروخا على الأقل أطلقت في اتجاه الجليل طبعا الجليل الأسفل تجاه كفار فرديم ومناطق أخرى لكن وصلت إلى تبريه أيضا هذه الصواريخ قبل بعض الوقت جرى اعتراض عدد من الصواريخ وعدد آخر سقط كما علمنا نسمع دوي انفجارات في العمق أكثر في تلك المناطق لأنها تقابل مدينة حيفا هوائيا وبالتالي نستطيع أن نسمع بوضوح الانفجارات بالإضافة إلى ذلك صباح اليوم جرى استهداف قاعدة ميرون الجوية كما هي العادة يمكن أن نقول وصفد برشقة من الصواريخ الليلة الماضية فعلا حزب الله أطلق ستة صواريخ أرض أرض تجاه وسط إسرائيل وفق الجيش الإسرائيلي تم اعتراض بعض الصواريخ وسقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة قد يكون هذه الإشارة من حزب الله أنه استهدف قاعدة استخبارات في هذه الرشقة التي كانت في الليل نعم طيب إن كانت لديك معلومات يا زياد ما طبيعة الفرقة 146 التي بدأت توغلها البري في جنوب لبنان وهل بوجودها ستنسحب الفرقة الحادية والتسعين التي كانت أول أمس أم سيتم التنسيق بين الفرقتين إن كانت لديك معلومات لا بطبيعة الحال أولا علينا أن نفهم شيئا عندما يعلنون إغلاق منطقة مغاينة على الحدود هذا يعني أن هناك فرقة ستدخل إلى تلك المنطقة ما يعني أيضا بأنه لا توجد فرقة في الداخل حتى تخرج وهذا ما حدث في عمليا القطاع الغربي حاليا أدخلت الفرقة 36 وهي من الاحتياط للقتال في تلك المنطقة الواضح بأن الجيش الإسرائيلي الآن يريد تسريع نوعا ما العمليات التي تسير ببطء شديد وبحضر أشد في الأيام الماضية بسبب الاشتباكات ومقتل على الأقل 12 جنديا بالتالي الآن القرار على ما يبدو تسريع هذه العمليات لأن خطة العمل الإسرائيلي أنه خلال أسابيع يجب أن تنتهي عملية القتال في الحيز الضيق الذي تريد إسرائيل أن تعمل فيه برا وأن تسيطر بالنيران على المنطقة برمتها على أمل أن تبدأ في إعادة المستوطنين إلى مستوططاتهم وبالتالي هل هناك تصريحات إسرائيلية تبعت الموقف الأمريكي الأخير السعي لتقييد العمليات العسكرية في لبنان وليس وقف إطلاق النار زياد هذا صحيح الولايات المتحدة تريد تقييد إسرائيل في لبنان تريد أيضا أن تمنع ردا على إيران دراماتيكيا ولهذا استدعت وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة سيذهب الأربعاء هذا أغضب بغضبا شديدا نتنياهو اليوم أحد الصحفيين المقربين المعروف بأنه صحفي بلاط لدى نتنياهو اسمه بردوجو خرج بمقال يهاجم فيها جلانت ويقول الأمريكيين أن العنوان اسمه نتنياهو طبعا بالأمس الرئيس الأمريكي لم يحادث نتنياهو في السابع من أكتوبر في الذكرى وإنما اختار أن يتحدث إلى الرئيس الأمريكي العفو الإسرائيلي بالتالي هناك خلافات شديدة بين حكومة نتنياهو في ما يتعلق بالعمل في لبنان أو مع إيران هناك ضغوط هائلة تمارسها الولايات المتحدة وهذا صحيح طيب كيف تعاطى الإسرائيليون الشارع الإسرائيلي أتحد الزياد مع تصريحات الجيش الإسرائيلي بأن سكان الشمال سيعودون إلى منازلهم بحسب ما سمى خلال ثلاثة أسابيع هل هناك مصداقية؟ هل هناك ثقة من الشارع الإسرائيلي بإمكانية تنفيذ هذه التصريحات خلال ثلاثة أسابيع؟ طبعا أولا هو لم يحدد ذلك كجدول زمني رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي كان يتحدث مع رؤساء المستوطنات قال لهم إنه في خلال ثلاثة أسابيع يمكنكم بدء إعادة السكان يقصد ربما المستوطنات في العمق أكثر وليس بالضرورة تلك المواجهة لجنوب لبنان على تماسل مباشر مع الحدود وبالتالي هذا الأمر تم لا يوجد ثقة في هذا الكلام على ما سمعته من رؤساء مستوطنات وبلديات تحدثوا للإذاعة نعم طيب شكرا جزيلا دائما على كل هذه التفصيلات والمعلومات وبطبيعة الحال سنكون معك خلال التغطية المستمرة يا زياد خلال نشراتنا المقبلة من حيفا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي ترجمة نانسي قنقر